في تمام الرابعة وعشرين دقيقة أعطى الدكتور مصطفى مدبولي الضوء الأغضر لبدء فعاليات معرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين الدكتور نيفين الكلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهيددين رئيس المعرض ورئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب كان في استقبال معالي الدكتور مصطفى مدبولي الذي بدأ جولته بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب وقام بعدها بالمرور على عدة أجنحة استغرقت جولته تقريبا نحو ساعة من الوقت وأنهى جولته بزيارة جناح أياد مصرية للحرف اليدوية الذي يقام على هامش فعاليات النسخة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب إذا تحدثنا عن مميزات هذه النسخة فربما تأتي على رأس هذه المميزات مشاركة ألف ومئتي ناشر من سبعين دولة حول العالم أما فيما يخص عدد العارضين فتجاوز خمسة ألاف عارض بواقع خمسة ألاف ومئتين وخمسين عارضا تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة تستمر فعاليات المعرض بدءا من غدا بإذن الله بعد فتح أبوابه أمام الجمهور في العاشرة صباحا حتى السادس من فبراير المقبل من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء معدى يومي الخميس والجمعة حتى التاسع مساء يعني إذا تحدثنا عن ضيف شرف المعرض هذا العام فتأتي مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام الاختيار سببه هو الانفتاح على الثقافات الإنسانية المختلفة والتبادل الثقافي أما إذا تحدثنا عن اختيار شخصية المعرض فتم الاختيار أو وقع الاختيار على الدكتور سليم حسن عالم المصريات ليكون شخصية المعرض هذا العام أما فيما يخص بشخصية معرض الطفل فالاختيار وقع على رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني بخمس جنيهات فقط يستطيع الزائر التجول بين أجنحة المعرض المختلفة من العشرة صباحا حتى الثامنة مساء فيما عدى يومي الخميس والجمعة حتى التاسع مساء أما فيما يتعلق بالتيسيرات التي بذرت أو يسرت للمواطنين فتم تخصيص سبعة خطوط أوتوبيس نقل عام لنقل المواطنين إلى مركز مصر للمعارض الدولية فمن مركز مصر للمعارض الدولية حيث النسخة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولية للكتاب نقلت لكم صورة سريعة من أولى أيام المعرض قبل افتتاحه غدا في تمام العاشرة صباحا أمام المواطنين كنت معكم أنا علا حجازي كزيل الشكر لطيب المتابعة إلى اللقاء